صباح الخير الجدير ذكره أن هذه العملية التي نفذها حزب الله اليوم ضد ثكنة برانيت هي في القطاع الغربي من جنوب لبنان وأيضا الغارة على طير حرفة في القطاع الغربي من جنوب لبنان حتى هذه الساعة القطاع الشرقي هنا حيث نحن موجودون يسوده هدوء حذر ولكن دعيني أشير إلى الساعات الماضية يوم أمس حفلة بالغارات الإسرائيلية خصوصا على القطاع الشرقي من جنوب لبنان حيث تم أحصاء حوالى خمسة عشرة غارة على هذه المنطقة أحدثت دمارا كبيرا في المنازل والبلدات الحدودية ولسي مكفر كلا والخيام والعديسة هذه البلدات أحدثت فيها هذه الغارات تدميرا إضافيا وأيضا للمنازل والطرقات العامة حيث سقطت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي وكان هذا الأمر يحصل لليوم الثاني على التوالي لأنه أول من أمس أيضا شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات أحصينا عددها حوالى 17 غارة على الأقل أول من أمس وأيضا كل هذه الغارات أحدثت المزيد من الدمار لم تسجل إصابات ولكن أضيف إلى هذا الدمار الذي تعاني منه البلدات الحدودية دمارا أكبر هذا الأمر يؤشر إلى أن الجبهة الحدودية الجنوبية تبقى مفتوحة على كل التطورات الميدانية التي لا تذال ماثلة وتسقل على اليوميات هنا وذلك في موازات ترقب المساعد الدبلوماسية حيث أنهى الوزير الفرنسي ستيفان سي جورني محادثاته في إسرائيل وسط ترقب لنتائج جولة الوزير الأمريكي أنتوني بلينكين وأيضا ترقب الرد اللبناني الذي كان قد وعد به رئيس البرلمان نبيه بري للجانب الفرنسي على الورقة التي تم التقدم بها إنما النتيجة هي شبه محسومة بأن حزب الله هو رفض فصل الجبهة الجنوبية عن غزة هذا الأمر يعني أن الجبهة الجنوبية هنا في لبنان تبقى مفتوحة طالما استمر العدوان على غزة وطالما لم تؤدي المفاوضات الدائرة إلى أي تسوية مقبولة من حماس هذا الأمر ينعكس هنا استمرارا لهذه الجبهة الميدانية مع كل التطورات المحتملة التطورات العسكرية والرسائل التي يتم توجيهها بالأمس جدد قادة الاحتلال التهديد بحرب وباشتياح للبنان هذا الأمر تؤكد المصادر الميدانية أنه إذا حصل لن تكون الخسائر هي محسوبة على لبنان فقط بل إنها أيضا ستلحق بجيش الاحتلال وهكذا باختصار هذه الجبهة الجنوبية مفتوحة طالما استمر العدوان على غزة وأيضا ترقب كبير لما ستأتي إليه المفاوضات في شأن الهدنة أو وقف لإطلاقنا طيب استمرار هذه التطورات على أن الشرط الأساسي لا يتم أن لا يحمل معهم الدبلوماسيون الأجانب كيف ينعكس على سير حياة المواطنين بالجنوب اللبناني؟ البلدات الحفة الجنوبية هي تقريبا خالية من السكان حتى أن عددا من هذه البلدات مثل بليدة، عيت الشعب، حولة، كفركلة عددا من هذه البلدات التي تقع على الحفة الحدودية هي الدمار فيها يماثل في بعض الأماكن وبعض الأحياء والشوارع يماثل الدمار في مدينة غزة وفي البلدات الخلفية نوعا ما هناك عدد كبير من النازحين عدد من الأهالي الذين يصرون على البقاء في منازلهم وعدم المغادرة لأن الضربات التي تتلقاها هذه البلدات تكون ضربات هادفة لمركز معين، لشخصية معينة، لسيارة معينة لذلك يؤثر الأهالي البقاء في بلداتهم وكوراهم خصوصا أن الوضع الاقتصادي لا يساعد على النزوح وهذا النزوح طالت مدته كثيرا نحن في خضم الشهر السابع لهذه الحرب ولا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال بحرب تموز التي بالفعل أتعبت كثيرا الجنوبيين ولكنها كانت بمدتها أقصر بقصير 34 يوما الآن في مقارنة مع الآن نحن دخلنا في الشهر السابع وليس من أفق لأي حل كوثر كنت أشير إلى أن الشرط الأساسي الموضوع هنا بالنسبة إلى حزب الله أنه لا يمكن للدبلوماسيين أن يأتوا إلى لبنان ويتصرفوا وكأن حزب الله قد خسر الحرب وأن الاحتلال الإسرائيلي هو المنتصر لذلك هناك أيضا نوعا ما وضع لشروط على دبلوماسيين الفرنسيين وحتى إذا ما أتى دبلوماسيون آخرون بأنه لا يمكن التصرف أو نقل رسائل على أساس أن حزب الله وحركة حماس قد خسر وأن إسرائيل هي المنتصر لذلك يبدو أن شد الحبال وأن الكباش لا يزال في أوجه في هذه الحرب التي لا يبدو أن أفق انتهائها قريب وأنها تبقى مفتوحة على التصعيد الميداني من جهة وأيضا على التصعيد في الدبلوماسية وفي تبادل الرسائل سواء كانت سياسية أم أمنية وعسكرية شكرا جزيلا لك كلودي أبي حنى مرسلة الغد كنت معنا من جنوب لبنان